موسيقى نتحل فصين توم ونصف اللمونة وملح وكمون سوف نعمل الطحينة بالشكل العادي سوف نحط في الطبق أو بولة ونضع فيها دلوقتي الطحينة دي الطحينة الخامل اللي انا عملتها مناسبة للكيتو او كرطاي ونضع عليها نصف معلقة صغيرة من الملح ونصف معلقة صغيرة من الكمون وناخد فصين التوم ونفرمهم ناعم وبعد ذلك نقلبهم مع بعض كويس وهنضيف كبان دلوقتي معلقة الخل دي معلقة خل صغيرة وهنقلب المكونات كده وهنوصر دلوقتي عصرة نص لامونة وبعد كده هنجيب معنا مياه دافية وهنضفها على الطحينة بالتدريج لغاية لما نوصل للقوام المناسب للطحينة بالشكل اللي قدامنا ده كده خلاص قوام الطحينة بالنسبة لي مناسب جدا هنجيب دلوقتي الكبة وهنحط فيها واحدتين من الكوسة أنا مقشراهم من الطعام كده لازم تقشراهم يا جماعة علشان ما تديش لون أخضر للطحينة وكل شوية قلبوا كده وهاتوا من الجنوب علشان تطحنوها كويس جدا لغاية لما تكون معنا نعمة بالشكل ده هيكده خلاص جاهزة معنا تكون نعمة كده يا جماعة لازم تبقى طحنينها كويس قوي هنجيب دلوقتي الطحينة ونحط عليها الكوسة اللي احنا تحضناها أنا حطها على مرتين علشان أشوف أنا هياخد كمية الكوسة كلها أو لا على حسب قوام الطحينة وبعد كده هنقلبهم مع بعض كده كويس ونشوف احنا هنحتاج الجزء الثاني من الكوسة أو لا بيكون على حسب قوام الطحينة نفسها هنضيف دلوقتي باقي الكوسة هي المقادير كده مظبوطة يا جماعة نص كوباية الطحينة عليها وحدتين من الكوسة حجمه توسط هنقلبهم مع بعض كده كويس وبعد كده هنجيب باقي الميا وهنبدأ ان احنا نضيف شوية بشوية لغاية لما نخف القوام بالشكل اللي قدامنا ده هو كده بالنسبة لي كويس جدا لو عايزين تخفوه عن كده حاجة ترجع ليكو بس هو كده تمام قوي وهنجيب دلوقتي طبق التقديم وهنبدأ نحط فيه الحمص بالطحينة بتاعتنا اللي من غير حمص بيكون معانا القوام بالشكل ده وانا هحط عليها كده من فوق ورقتين من الباقي تونس كده هزيينها تزيين بسيط وكمان هحط عليها رشة كده من زيت الزتون بالشكل اللي قدامنا ده طبعا التقديم حاجة ترجع ليكو ودلوقتي جاهز معانا احلى طبق حمص بالطحينة من غير حمص مناسب للكيتو دايت اولو كرطاي ويلا بينا بقى كده ندوقه طعمه جميل جدا ولو جربتوها تعرفوا ان هو زي الحمص بالطحينة الاصلية بالزبط وده كان فيديو النهاردة اذا عجبكو الفيديو اشتركوا على القناة فعالوا الجرس عشان يوصلوكو كل جديد من فيديوهاتي اعملوا لايك وشير للفيديو وقولولي رأيكو ايه في التعليقات وبالفهانة وعافية